ينضم إلينا من محافظة الجو في مرسل الحدث محمد العرب أهلاً ومرحباً بك محمد محمد سؤال يستدعي الاستغراب بالفعل يعني هل وصل عدد الألغام ما يفوق ويزيد على عدد الأفراد بالفعل مع هذا التنوع الكبير في عددها وفي أشكالها وفي تصنيعها أيضاً أسمى بما لا يقبل الشك أن أكبر حقل للألغام في العالم هو في اليمن هناك ألغام موجودة منذ عشرات السنين تبرع بها الرئيس الليبي الراحل القذافي وهي موجودة في مناطق التي تفصل المحافظات الشمالية عن الجنوبية ومناطق كثيرة تم تحريمها على المزارعين وعلى من يرعى لأن الألغام ما زالت موجودة وخطرها موجودة انضاف لها الألغام الحوثية والألغام الإيرانية والألغام المبتكرة لو نلاحظ أن عدد الألغام الصخرية فقط في جبال صعدة يعني لا يوجد إحصاء رسمي لها ولكن تقدر بأكثر من مائة ألف لغم تم إزالة عدد كبير منها عبر خبراء الجيش الوطني وخبراء التحالف إلا أن الصخور المموهة بازالت مستمرة وهي تستخدم آلية خطيرة جداً نفس الآلية التي تستخدم في الأبواب الكبيرة للفنادق عندما تمرين فإنه ينفتح تلقائياً لذلك عندما يمر أي جسم حي سواء كان إنسان أو كان حيوان ويقطع هذه الإشارة فإنه سينفجر ويخلف دماراً هائل نعم أشرت محمد في هذه النقطة تحديداً إلى نقطة هامة أيضاً متفرعة منها أنه لا يمكن أن تكون هذه الألغام الحديثة صناعة يمنية أو بإشراف يمني وإنما بإشراف دولي إن صح التعبير في ذلك هل ما زال هناك من يركب هذه الألغام ويشرف على تركيبها ويشرف أيضاً على دخولها بسلام حتى تصل إلى مواقعها؟ طبعاً الجيش الوطني يضم كفاءات كبيرة كانت موجودة قبل الانقلاب واستمرت لتقارع الانقلاب هؤلاء الكفاءات الهندسية التي نتحدث معهم يقولون أن هذه نوعية من الألغام لم تكن موجودة في تسليح الجيش اليمني قبل الانقلاب بمعنى أنها دخلت لليمن بعد الانقلاب الجهة الوحيدة التي تقوم بجلب الألغام بأشكالها وأنواعها هي الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً طبعاً هناك إشارات مثلاً نوعية اللغم الشبكة وهو لغم يتم تفخيخ كيلومتر مربع من العرض ينفجر كل هذا الكيلومتر مربع ينفجر بمجرد أن ينفجر جزء منه بمرور أي كائن حي أو أي آلية إلى آخره هذه الآلية آلية الشبكة هي آلية معتمدة عند حزب الله ولا طالما تفاخر فيها بأنه يوجد قبل مناطق سيطرته في جنوب لبنان يضع هذه النوع من الألغام على الحدود بينه وبين إسرائيل بمعنى أن هذه الألغام الموجودة الآن في اليمن لا يمكن أولاً أن تكون من مخلفات الجيش اليمني قبل الانقلاب وثانياً لا يوجد خبراء لتصنيحها إلا إذا كانوا خبراء أجانب طبعاً هناك حديث أكثر من مرة تم نعي خبراء ألغام إيرانيين عراقيين لبنانيين ولكنهم لا يحددون مكان مقتلهم يتم نعيهم على أنهم كانوا في مهام جهادية بحسب وصف النعي الأغلب أنهم كانوا في اليمن نعم يعني الألغام بالفعل تزرع في الأماكن التي تمتلك كثافة سكانية أيضاً وتكون فيها تمترس هذه القوات بشكل كبير حتى تكون خط الدفاع أول بالنسبة لهم ما هو المجهود المبذول حتى الآن كم عدد الفرق إذا كان هناك فرق بدأت تتدرب بالفعل على نزع هذه الألغام داخل صعدة تحديداً وما جوارها أيضاً نعم الجيش اليمني لديه السلاح الهندسة في الجيش اليمني السلاح منتطور تم تدريبه بشكل كبير على يد خبراء بالجيش السعودي وتم توفير آليات وكاسحات ألغام كاسحات ألغام لألغام الدروع وكاسحات فردية تستخدم كعصى استدلال على الألغام كما ظهر في التقرير ولكن العدد الكبير والعشوعية في الزراعة بالإضافة إلى أنهم يتعمدون مثلاً في آخر مرة كنا في مركز القرن في مديرية برط العنان أكبر لغمين كانوا في المركز وضعت واحدة في المدرسة وواحدة في المستشفى هم يزرعوها على طريق العائدين في المنشآت على عتبات المنازل لذا لا يمكن التوقع بأماكن وجودها وهذا ما يؤخر كثير من العمليات يعني أزاق كبيرة من مديرية باقم يمكن أن تعلن محررة اليوم لو لا العدد الهائل من الألغام الذي موجود فيها وباقم هي نموذج لمناطق أخرى تشترك بنفس الخطر وهي وجود الألغام المزروعة بشكل عشوائي نتمنى لكم السلامة شكراً جزيلاً كنت معنا من محافظة الجو في مراسل الحداثة محمد العرب شكراً جزيلاً